بالبداية خلينا نتحدث عن شو هي الأمراض الوراثية اللي ممكن إنها تسبب أمراض في الكلالي الأطفال طبعاً الأمراض الوراثية هي أمراض تنتقل بسبب وراثي من الأهل ممكن يكونوا الأهل مرضين وينقلوا المرض لأولادهم وممكن الأهل يكونوا سالمين حاملين للجين المرضي لكن مش متأثرين فيه ويظهر عند الأطفال طبعاً هذه الأمراض هي أمراض مختلفة في العالم يوجد أكثر من 60 مرض بيأثر على الكلال 60 مرض وراثي بيأثر على الكلال عند الأطفال من هذه الأمراض في عنا أمراض مشهورة في بلادنا مثل أمراض التناظر الكلوي الوراثي أمراض الحصى الكلال عند الأطفال أمراض أخرى تكيّس الكلال أمراض كثيرة يعني جزء منها بيأثر على وظيفة الكلال وجزء بيأثر على شكل الكلال لكن في النهاية كلها أمراض مزمنة وبتأثر على حياة الطفل بشكل عام يعني حتى يصبح بالغ وبتأثر على يعني كل حياة وكل صحته نعم هاي الأمراض أو هاي الأنواع من الأمراض دكتورة يعني ذكرتي بأنه ممكن يكونوا الأهل مصابين بهذا المرض وينقلوا للأطفال أو ممكن يكونوا محاملين لهذا الجين ولكن غير مصابين وينقلوا لأطفالهم هل في فحوصات معينة ممكن أنه الأهل يجروها قبل عشان يعرفوا إذا أبناءهم ممكن يكونوا أكثر عرضة للإصابة بهذه الأمراض طبعا في عنا الأمراض السائدة اللي هي بيكون أحد الوالدين يعني الأب أو الأم مريض يعني بيكون عارف عن حاله ومشخص ويعني المرض عنده فترة طويلة ممكن يعني يعمل الفحص الوراثي وأثناء الحمل بعض الحالات بتبين فيها نعم لكن بالنسبة للأمراض المتنحية اللي هي أصلا بتكون مش موجودة عند الوالدين يعني هم ما بيكونوا عارفين عن حالهم والدين يعني حالات كتير شفناها بيكونوا شابين في مقتبل العمر تزوجوا ما مالهم إشي صحيحين وعايشين بشكل طبيعي ولكن بيتفاجأوا بوجود هذا المرض عند أطفالهم فالأمراض السائدة المتنحية يعني ممكن صعب أنه تتشخص إلا إذا كان رجعنا للعائلة نعم طيب كيف ممكن يتم تشخيص الأطفال المصابين بهذه النواع من الأمراض أمراض الكلة تحديدا وكيف أنا بأي مرحلة يعني هل فرضا عنده ولادت الطفل بيكون واضح بأنه في عنده مشاكل بيألكل أو في عنده أمراض أو بعد فترات زمنية معينة طبعا في أمراض بتظهر على الطفل أول ما ينولد وفي أمراض بتظهر معه بعد يعني بفترة لاحقة هلا إذا إحنا كنا مشخصين طفل من أطفال يعني العائلة بنكون عندنا فكرة أنه المريض الطفل المقبل ممكن يعني يكون حامل للمرض أو مصاب من المرض ساعدها حسب نوع المرض مثلا خلينا نأخذ مرض تناظر الكلوي هو مرض شائع بيصير عندنا بالأردن وفي عندنا طفلات معينة خاصة في بلادنا موجودة في يعني مش موجودة في مكان آخر يعني شائعة جدا في بلادنا أكتر من أماكن أخرى أحيانا الطفل بيون ولد بيكون يدوب عمره أسبوع بيبلش يصير عنده تنفخات في جسمه ساعتها بيروح على الطبيب الأطفال الطبيب الأطفال بيعمل فحص البول بيلاقي أنه زلال في البول عالي فبيتشخص الطفل بناء على تشخيصات يعني محبرية وأخذ السيرة المرضية بنلاقي أنه مثلا قبل جيلين أو ثلاثة كان فيه عندنا بعض الأطفال يسيبهم تنفخات في العائلة وتوفوا محدش عارف عنهم يعني نسيهم هاي إذا كان المرض يعني بيظهر ببداية عمر الطفل فيه عندنا بعض الأمراض زي أمراض حصل كلا اللي هي بيكون طفل عايش طبيعي ما ماله إشي وفجأة هيك بيصير عنده ألم في بطنه التهاب مسالك بولية بيروح على طبيب الأطفال بيعملوا شوية فحوصات بيصوروا لصورة البطن بلاي أنه في عنده حصوة طبعا وجود هاي الحصوة بالأطفال هو إشي غير طبيعي يعني مثلا إحنا بنحكي على المرضى البالغين أو الإنسان البالغ إذا صار عنده حصة بالكلا ومرة واحدة في الأمر فبنحكي أنه ما بيشرب ماي مش مهتم بصحته بنمشيها عادي لكن وجود حصوة ولو واحدة بالكلا عند الأطفال هاي دليل مباشر على أن الطفل هذا عنده مرض يعني بيختص بإنزيمات أو نسميهم الميتابوليك ديس أوردر يعني عنده مرض لازم إحنا نحلل وندور على هذا السبب ونعرف ليش صارت عنده ولو حصو صغيرة خمسة ملي تخيلي فهو الأعراض بتختلف حسب عمر الطفل حسب عمر المريض يعني وحسب شدة المرض ونوعه نعم طيب دكتوري ذكرتي بأنه بأماكن أخرى هذا النوع من الأمراض فرضا مش شائع وما في نسب كبير من الإصابة ولكن عنا في إصابات كثيرة هل إحنا في المجتمع في عنا إصابات كثيرة عشان هيك عم بيكون متوارث بشكل أكبر أو شو السبب؟ نعم أنا بس هيك أعطيكي فكرة عن نسبة زواج الأقارب في العالم الآن في أمريكا نسبة زواج الأقارب سفر لأنه ممنوع أنه يصير في زواج أقارب في أوروبا نسبة زواج الأقارب من 5% إلى 2% فالنسبة قليلة جدا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا النسبة بترتفع بشدة فنحن في عنا نحكي عن الخليج مثلا في مناطق السعودية قد تصل في بعض المناطق إلى 60% لدينا في الأردن يعني أنا طلعت على دراستين إحصائيات وحدة سابقة كانت نسبة زواج الأقارب 50% حاليا آخر إحصائي بتحكي أنه 35% فأنتي شوفي يعني أتيش الفرق بهذه النسبة فزواج الأقارب ممكن يكون في مرض معروف طبعا إذا كان في مرض معروف متوقع بيكون لكن الأمراض زي ما حكينا المتنحية يعني تظهر أكثر لما يلتقوا أب وأم حامل للجيل فممكن يكون الجيل موجود بالعائلة ولكن مش ظاهر للأشخاص بأنهم مصابين فهذا الإشي بسبب نعم بالنسبة الزواج الأقارب عندنا شوي مرتفعة في بلاد نعم طيب إذا بنا نحكي عن التحديات النفسية والاجتماعية التي ممكن أنها تواجه الأسرة في حال تم تشخيص أبنائهم بإصابتهم بأمراض الكلا هلأ إحنا يعني أنا كطبيعة عملي طبيبة كلا عشت يعني تجارب متعددة مع عائلات يعني كان عندهم هاي الأمراض الوراثية نحكي عن الطفل الأول الطفل الأول غير متوقع أن يكون عنده مرض يعني في بعض العائلات كان عندها طفل أول وثاني وثالث الطفل الأول بيكون صدمة يعني عرفتي علي يعني بيطم تشخيصه وبتكون مرحلة العلاج شوية طويلة بعض الأطفال بيحتاجوا علاج مستمر يومي بعض الأطفال بيحتاجوا لغسيل كلا بعض الأمراض بتنتهي بزراعة كلا فبحاجة أنه الأم أو الأب يتبرعوا لطفلهم فأكيد يعني فيه إله أثر نفسي شديد مش بس على المريض وعلى العائلة نفسها على العائلة بشكل عام على العائلة الكبرى وكيف بيتركوا شغلهم الأهل وبصيروا ملتزمين مع ابنهم يعني كل شيء بيتغير بحياتهم بعض العائلات بيكون عندهم طفلين أو ثلاث تخيلي والطفل الأول بينصاب وبتبرعوا له الأهل بيزرعوا له كلا وبتبرعوا بيجي الطفل الثاني فهو عبئ كبير يعني نفسي واجتماعي ومادي وصحي بكل المقاييس نعم يمكن اليوم أي حد عم بسمعنا بصير في عنده هاي المخاوف خاصة إذا بدي يكون مقبل على زواج مرات الواحد بيكون ما عنده دراية بالموضوع في مش هكلان هام هلا لما يصير فيه معرفة بصير فيها هكلان هام أكتر اليوم أتمنى نحكي عن الوقاية من إصابة أبنائنا بأمراض الكلا شو في أسباب أو طرق ممكن إحنا نعملها خاصة مع الأمراض الوراثية يعني هو هذا الموضوع كتير مهم ويعني إحنا بحاجة لأنه إحنا كأطباء نشتغل عليه أكتر نعمل توعي في المجتمع طبعا نحاول قدر المستطاع إذا في مرض في العائلة نبتعد عن يعني أنه زواج الأقارب يديد هذا المرض لكن إذا فيه سيرة مرضية في العائلة فيه طرق معينة ممكن خلال أثناء الحمل نكتشف أنه يعني طفل مصاب أو لا ممكن نعمل فحص الجينات للطفل إذا كانت الطفرة معروفة بعض العائلات إذا كانت تكررت عندهم الحالات أكتر من مرة ممكن نعمل يعني زي ما نحكي إخصاب خارج الرحم وممكن فحص الأجنة إذا كانوا حاملين للطفرة أو لا وإعادة الأجنة لخالية من هاي الطفرات يعني هو العلم ما ترك إشي ما عمله لكن طبعا نرجع نحكي أنه هاي الأشياء كلها شوي متقدمة ومكلفة والحمد لله موجودة في بلادنا يعني إنها مش موجودة إذن شكراً لوجودك معنا دكتورة أهلاً وسهلاً بحضرتك ريهام المارديني إستشارية الأمراض أمراض الأطفال وكل الأطفال أهلاً وسهلاً شكراً إليك بس أنا بدي أحكي كلمة أخيرة أنه إحنا ما نفقد الأمل أنه العلم هلأ تطور كتير فيه أو فيه أدوية حديثة عم تكتشف خلال آخر أربع خمس سنوات صار فيه أدوية حديثة وبتمنى في المستقبل إنه هاي الأدوية تكون موجودة في بلادنا وإنه نقدر نساعد الناس قدر المستطاع شكراً إليك بسعى تصبح أهلاً وسهلاً تكتشف يعني أكيد دائماً الأمل بيضل موجود أملنا بربنا دائماً كبير وأله يحميكم ويحمي عائلاتكم وأطفالكم